اشتركوا في القناة والمنظمات الدولية نعم وقد اشهد سعادة وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها القمة ومن اهمها التحول الى مصادر الطاقة النظيفة والذي يعد من العوامل الرئيسة في الحد الفعلي من تغير المناخ هو احد القضايا الرئيسة التي يتناولها كوب 28 اعلن الامر العام للامم المتحدة انطوني بودريش في كلمته تأسيس لجنة ستجتمع بين او ستجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والصناعة والمجتمع المدني لوضع مبادئ مشتركة وطوعية لتوجيه الصناعات الاستراتيجية في السنوات المقبلة كما اكدت القمة على ضرورة التركيز على حق الدول النامية في التقدم الاقتصادي وتوفير الدعم المالي اللازم لهم لتنفيذ اجندة العمل المناخي يأتي انعقاد القمة بالتزام مع الدورة الجديدة لمؤتمر المناخ الذي ينعقد هذا العام تحت شعار الوحدة من اجل التنفيذ في مسعى للدفع بالالتزامات الدولية نحو اجراءات حاسمة للتعامل مع التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر